ألقى وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر جاء ذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أوضح الملة أنه على الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نمواً ملحوظاً نقد القمة السابعة للمنتدى في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم مما يحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نمواً ملحوظاً وتعظم الاهتمام به كوقود حضري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبل احتياجات العالمية المزتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وفنزويلا والأمين العام لمنظمة أوبك يأتي ذلك على همش مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر حيث ناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح أفاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين ذلك لتعزيز الاستثمار لدى كل من مصر وقطر وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كل البلدين ومساعدة بعضهم البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة سفينة الحويات العملاقة أفر جودز التابعة للخط الملاحي العالمي وتعد تلك السفينة هي الأطول التي تدخل الميناء ويبلغ طولها أربعمائة متر وعرضها تسعة النواة خمسين مترا وغاطس اثني عشر فاصل ثلاثة مترا وتتجاوز الحمولة الكلية للسفينة القادمة من اليونان مائتين وتسعة عشر الف طن وعلمت نها نحو خمسة ألاف حاوية مكافئة ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لقرارات أوبك بلس المنتظرة وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة اثنين بالمئة لتبلغ ثلاثة وثمانين دولارا وخمسة وخمسين سنة للبرميل كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة اثنين فاصل تسعة عشر من مئة بالمئة لتسجل تسعة وسبعين دولارا وسبعة وتسعين سنة للبرميل وصعدت أسعار المازات عالميا بنسبة واحد فاصل ستة وثمانين من مئة بالمئة لتسجل دولارين وتسعة وستين سنة للتر وانخفضت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة واحد فاصل أربعة وثلاثين من مئة بالمئة لتسجل دولارا واحدا واربعة وثمانين سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن مكتب الإحصاء تابع للاتحاد الأوروبي روستيت تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي إلى ثلاثة فاصل واحد بالمئة ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين يأتي ذلك في ظل آمال بانحصار أزمة التضخم في أوروبا وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام أظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية انخفاض صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير المنقضي بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة على أساس سنوي إلى ستمائة وسبعين مليون دولار مقارنة مع مليار ومئة مليون دولار في فبراير من عام 2023 كما انخفضت الواردات التركية من روسيا بنسبة ستة وثلاثين فاصل خمسة وستين من مئة بالمئة الشهر الماضي إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار مقارنة مع ملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي وفق مجلس النواب الياباني على الميزانية التي قدمتها الحكومة للسنة المالية المقبلة والتي تبلغ الميزانية مئة واثني عشر تريليون ين أو ما يوازي سبعمائة وستة واربعين مليار دولار وتشمل الأموال المخصصة لجهود الإغاثة جراء الزلزال الذي وقع في أول أيام هذا العام في شبه جزيرة نوتو شكرا